اشتركوا في القناة عشان تقدر تعمل كده انت محتاج لمجموعة مجموعة زي المجموعة للمسيح صناحك مجموعة من كنستك من المؤمنين اللي حواليك تجتمعوا مع بعض تسمعوا مع بعض تصلوا مع بعض تشدعوا بعض انك تطبقوا لحياة ديك وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيك صلاتي ان ده يتحقق معاك امين عزيز المشاهد احبائي ارحب بيكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح خطوة تانية واحنا بنناقش وبنسمع وبناخد وندي في حقيقة ما نؤمن بيه حقيقة العالم اللي بنعيش فيه حقيقة الاشياء اللي خدناها مرات كتيرة مسلم بيها وعشناها مش بحسب التخطيط الالهي لها لكن بحسب فهمنا البشري والمجتمع اللي احنا بنعيش وسطيه في هذه المدرسة دعوة ان اعرف الحق ان اقتنع بالحق والاهم ان اعيش الحق ولما بعيش الحاجة بعيشها جوايا الاول اذا ما عاشتش جوايا مش حقدر عيشها برايا اذا ما عاشتش في اعماقي وده بقى دي ما اؤمن بيه ما احبه مش حقدر انفزه ابدا مرات كتير برا في عيون حضراتكم نظرات كده يعني اقنعتني يا اسيس بس انا مش موافق يعني بس مش موافق مش موافق انا خايفة وافق على اللي انت بتقول عليه ده واتمعينه مقنع خلي بالكم الدعوة بتاعتنا ديت هي دعوة ان نعيش ان نختبر قوة الحق في حياتنا في رحلتنا ديت عبر المدرسة اتكلمنا عن حاجات كتيرة جدا مهمة جدا عن الله وعن الانسان وعن الفداء وعن الروح القدس وعن قوة الصليب وعن ممارسة المبادئ الاساسية وعن ممارسة العلاقة الشخصية مع ربنا عن شفاء النفس من الجراح وعن الكنيسة وقيمتها ومكانتها واهميتها ودعوة الله لنا ان نكون جزء من هذا الجسد الحي جسد المسيح على الارض وبعدين بنتكلم في الجزء ده عن ما نسميه الصراع الروح ابليس العالم الذي نعيش فيه مش العالم يعني البشر لكن العالم يعني القيم والمبادئ والاشياء ودي الخناءة بتاعتنا الوقت دوت المال الطموح الطمع ده اللي بنصاري معاه الفقر ولا الغنى ده اللي احنا بنصاري معاه اتفسح بمية جنيه ولا اتفسح باتنين جنيه مش عارف يفسح باتنين جنيه دلوقتي ولا لأ مافتكرش مافيش خلص الترمس غلي ها الترمس غلي ايه خلص اه ترمس وكنش برضو يجي اتنين جنيه ما يجيش متاهية المواصلات هتبقى عكتر باتنين جنيه ده الصراع اللي احنا عايشين فيه اللي بنتكلم عنه هنا هو المبادئ المبادئ الحق قلبي التوجه بتاعي مش عايزين ابليس يضحك علينا ابليس ضحك علينا ابليس اقنعنا بحاجات كتيرة شربنا من هذا العالم ما يتناقض مع روح الملكوت فكر الملكوت حياة المسيح انا عايز ابقى زي يسوع صح صح اللي انت بتفكر فيه ده زي يسوع يكفي التلميذ ان يكون كم معلمة في الرحلة بتاعتنا ديت وصلنا لغاية الاستراتيجية اللي بليس بيستخدمها الانسان العتيق والعالم وقلنا في العالم فيه الترغيب والترهيب وده موضوع الحلقة بتاعتنا ديت يعني ايه الترهيب يعني هو بيغريني بحاجة تفحة دي حلوة قوي شهية للنظر جيدة للأكل ممتعة بيغريني بشهوة بيغريني بتعظم معيشة بيغريني بكبرياء بيغريني بانه اعطيك ممالك الدنيا بيغريني اذا قلت لأ بيعمل ايه بيخوفني بيخوفني وبيستخدم العالم عشان يخوفني وبيستخدم نفسه عشان يخوفني فسياسة الترغيب وسياسة الترهيب يضغط علينا بالخوف خلي بالكو من الحكاية دي ان الخوف واحد من اكبر الاسلحة اللي ابليس بيستخدمها من اكبر الاسلحة اللي ابليس بيستخدمها انه يرهبك يرعبك يهددك يخوفك فتخضع ليه فتخضع ليه خلينا نشوف مشهد وبعدين نتناقش في قضية الخوف دا والسلاح الابليس بيستخدمه سلاح الضغط بالتخويف او بالترهيب مكست المسيح على فين يا سارة على خارجة شوية بابا طب تعالي يا بنتي تعالي عقودي معايا شوية عايز اقولك على حاجة خارجة بابا تتعبان ولا حاجة ولا تعبان ولا حاجة يا بنتي بس بقالي يوم كامل قاعد لواحد فقلت تعودي معايا ونحكي مع بعض بس انا لازم اخرب دلوقتي يا بابا ولما ارجعنا بنعد نحكي مع بعضينا براحتنا تروحي وترجعي ايه انت تعودي معايا النهاردة وتبقي تخرجي في يوم تاني ما ينفعش يا بابا انا مدايا معايا لاصحابي ولازم امزل قابلهم دلوقتي لا يا سارة الدنيا دلوقتي يا ماما ما بقاش فيها امانة السوائين اليومين دول بقى وتعشين عربية تيجي كده ولا كده تشيلي ما تقلاش علي يا بابا انا بقى مش جنب الرصيف يا بنتي الحرمية والمجرمين وانت عارفة اللي بيحصل للبنات في الشوارع الدنيا مليان اختصاب دلوقتي رباني يستربا يا بابا سبني بقى انزل 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 يا سارة فهمي الدنيا بقى الضلمة الناس عايشين في غابة يا سارة انا مش عارف انت لو نزلت هترجع تانية ولا لأ يا سارة انا عايزك تعودي معايا وعلى العموم براحتك عايزة انزلي انزلي ايه رأينا في اللي شفناها دوتا ايه ايه مين عنده تعليق او الرد فعل ايوة ايه حتى لو هي كان عندها الدافع انها هتنزل وهتتحرك هو بوظف الاخر ان هو يلبسها في الحيط يعني نزلها ركايا حتى هتنزل ركابها لبسها في الحيط يعني يعني بتتخبط في بعض ايه مش يعني هتنزل ازاي طب انزلي بقى وشوف اللي هيحصل لك فلا اكيد ضمرت مش تعمل حاجة ايه انا شايف ان هو عمل مشكلتين كبار اولي هو خوفها من العالم برا وفي الاخر خوفها منه هو شخصيا لما قال لها عايزة انزلي بقى انزلي ده كده معانا ان ممكن تفكر ان هو نفسه ممكن يقزيها لو نزلت ده ما بقاش امان برا وما بقاش امان جوه فبقى ديم صبتين اساسا وهو فعلا ان هو مش حاس بامان اساسا ما فيش امان خالص هو انه قال لها خوفه انا كن حقول كده ان هو مرعوب فهو اه اكن عايزة يحسسها بحكتين تخاف تاني حاجة يحسسها بالزنب لو ثابتوا لازم تحسي بالزنب لأي سبب يعني فهو سابها مرعوبة وشعرة بالزنب قلت خلاص تقال مين تاني عنده انتباع ايوه حسن الموضوع مش بالسوق دا تقوي مش كبيح قوي كده سراشا كان ليه حاجة واحدة كان عايزني حد يقعد معاه لان بقله كام يوم قاعد في البيت لوحده فكان كل مصلحته ان هي تقعد معاه فاعملها فيلم كامل كده واتتسير ايو وتتخطفي وحاجات كده كده كتير عشان تقيا اعادها بس عشان نشيل لها عشان هدفه الوحيد ان هي تقعد بس بطوية ايه مش مشكلة الاول جابها بان يعادي معايا وما تسبنيش وكده لما لها مش وفقة خلاص لا هيجال كذا 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 فالاول استخدم الترغيب ترغيب اذا منفعش الترغيب ايوه تفضل انا احس ان هو انني جدا هو بفكر في نفسه جدا جدا هو بفكر في نفسه بس ومستعد يعمل اي حاجة حتى لو هتتعب اللي قدامه عشان يحقق اللي هو عايزه انا عايز اقول حاجة بس اول لما اسمهت الخوف حاصلت يعني الاسكتش انا تفاجني عليه ده حاس ان هو حاجة ضعيفة قوي قوي بالنسبة اللي انا حاسد بي يعني حاس ان الخوف ده انا انا احطه مستقبل هخاف منه واحط جامعة مش هادفة ادخل ايه حط خايف خايف يعني حاس انه حاجة صعبة قوي ان انا انا اخاف ان فيه تحدات كبيرة قوي في حياتي صعبة وهيبة لازما اخاف اخاف كل ما اسمع مستقبل ايه اللي هيحصل فيه حياتي شركة حياتي ممكن يعني هتعمل فيك ايه؟ حاس ان هتبادل بسرعة فحاسس ان الخوف صعبة قوي انت عندك سكتش تاني يعني يعني يا لأ مش سكتش بس حاسس ان الخوف حاجة بيه قوي واصلح واصلح ضخمة قوي وحاجة مسهلة صح لان فيه تحديات اكبر بكتير قوي من تخيلاتنا صح حد عنده تعليق هنا على اللي اسمعناه حد عنده حاجة ناحية دي سايلنت فضالي قاله كل حاجة فضالي الخوف اكبر مرض معدي بسرعة ومعدي ومعدي بسرعة الخوف مرض معدي صح؟ صح حاطت عينه عليه فلازم يخاف فهو مش حاطت عينه على ربنا لكن هو لو حاطت ربنا وعارف كويس ان هو يعني بنته دي في ايد ربنا ربنا هيحميها حتى لو كانت فين انت بتعالجي بتعالجي كويس قوي انا بقول تعليقي طيب خلينا ارجوكو الانتباع ده جميل قوي الخوف حاجة كبيرة قوي 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 وبكل اسف موجود جوا ناس كتير الخوف سلطان مهول ابليس بيستخدمه عشان يحركنا بالريموت كنترول وده عكس خالص الكلام عن الملكوت في الملكوت سلامي اتركوا لكم سلامي اعطيكم لا خوف في المحبة المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج فربنا ما بيستخدمش سلاح الخوف ده احنا في الوعز احام نستخدمه شوية كده هتروح في ستين ده يا رب بعدها حنشويك بقى حتتشوي بالنار حيدخل السرسور المحمي هنا ويطلع ويقعد يقليك وبعدين يشويك وبعد يعملك كفتة احنا في حياة يعني في وعظات المسيح ما سمعناش الاسلوب ده مش كده ابليس بيستخدم الخوف بيستخدمه ازاي؟ خلي بالكم من الثلاث محاور دول جزء من الاحداث القليمة اللي بتمر علينا والتجارب المادية ابليس بيخوفنا بيخوفنا منه فتلاقي مؤمن مثلا ابتدى يخدم وابتدى مش عارف ايه وبعدين تخ تخ كم خبطة كده يروح كاشش وراجع ويقولك لا يا عم انا مش قد بيستيقوله هتعمل فتك بقى وهتعمل لي خادم وعاد بقى مش عارف لا 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 حوريك يروح راجع الورا عطول انا شفت خدام بيسيبوا خدمتهم بسبب ضربة او اتنين فابليس بيخوفنا من خلال الظروف والاحداث والتجارب المادية القليمة اللي ممكن نكتاز بيه عشان يقولي انا اقدر ازيك انا اقدر ازيك او بيستخدم الاخرين بانه اتهدد بالرفض من المجتمع اتهدد بالرفض وده بالذات مع الشباب مش كده هتمشي بقى مظبوط وتعمل لي ايه شلتها كده ما فيك ايه هتطري عليك هتصخر منك هتسيبك هتلفزك هتبقى لوحدك فده تحديد وبكل اسف ناس كتير بتستسلم لهذا التهديد لا انا مقدرش عركات اللي بسموه الpeer pressure تأثير المجموعة تأثير الجماعة يا من مؤمنين اتنزلوا المبادئ والقيم بتاعتهم من اجل التهديد بالرفض من المجتمع اللي بيعيشوا فيه انا عايز الناس تقبلني انا عايز الناس تحترمني انا عايز الناس تقدرني بس انا عايش حاجة غيرهم فمن اجل التقدير من اجل القبول بتاع الاخرين انا بتنازل وبعمل اللي ابليس عايزه بعمل اللي الناس عايزه فابليس بيستخدم المجتمع عايز المجتمع قبالك خليك زيه هتبقى مختلف عنه هيرفوضك خوف او الخوف من الاضطهاد هنا الناس رفضتني لكن ده فيه تخويف اكتر مش كده وده اللي حصل مع الكنيسة الاولى الاب يقوم على ابنه الكنة تقوم على حماتها مش كده لما شخص من عائلة غير مسيحية في الماضي بيقبل المسيح عائلته هتعمل في ايه؟ المجتمع هتعمل في ايه؟ في الولايات الدولة الرومانية عملت ايه في المؤمنين؟ كان بترميهم للأسود واحد ورا التاني بترميهم للزيت المغلي واحد ورا التاني تهديد رهيب بقى ده مش هزار ده مش بقى الناس مش هتصاحبك لا ده احنا هنعمل ايه؟ انا هنتبعك هنتبعك ابليس السلاح الخوف استخدمه عبر كل العصور بكل اشكاله اما بين انضربك بأوجاع وألام عشان تخاف منه او ان المجتمع يلفزك او ان يبقى فيه تهديد حقيقي على حياتك بالاضطهاد والاضطهاد خلص الاحصائيات بتقول ان في القرن العشرين عدد الذين ماتوا من اجل المسيح استشهدوا من اجل المسيح في بلاد العالم وبلاد كتيرة بتضطهد الايمان المسيحي بعضها بلاد شعية وبعضها بلاد مهم عدد الذين ماتوا في القرن العشرين ربما يكون اكبر من عدد جميع الذين ماتوا من اجل المسيح في التساعتاش القرن القابله فلذلك يستخدم نفس السلاح من يريد ان يخوفني ماتوا استشهدوا ماتوا قتلى من اجل ايمان المسيح في القرن العشرين عدد الشهداء الذين ماتوا من اجل المسيح في القرن العشرين يفوق عدد الشهداء الذين ماتوا اجماليا في التساعتاش القرن الماضي نفس السلاح انه عايز يخوفني؟ لان لو خفت منه هسمع كلامه لو خفت منه هسمع كلامه السيس جازارنا مشهور قوي قضى في السجن تساعتاشر سنة متتالية مسجون من اجل ايمانه بالمسيح وقضى تساعتاشر سنة دي اغلبها في زنزانة منفردة لوحده بيبقى في الزنزانة كده وبعض الزنازل ما تقدرش تنام بتبقى يتقعد يتقف لكن المساحة ما تسعلكش انك تنام وبعض الاحيانا بيبقى الزنزانة دي نفسها هي اللي بتعمل فيها قضاء الحاجة بتاعك فالراجل ده شاف من التعذيب ما يفوق الخيال وتكتبت عنه كتب شخصية كبيرة اوه فلما جايزوننا كان بالنسبة لنا ده يعني قديس معاصر حد ليه قيمة كبيرة جدا في العالم المسيحي الاسيس منيس قال له علمني درس قال له عايز اتعلم منك علمني درس فقال له لو خفت منهم هتترعب لا ترتع من وجوهم لألا اريعك امامهم وده الكلمات اللي قالها ربنا المين لقرمية وهو مضطهد من شعب وهو نبي لشعبه وده اللي حصل مع الشخص دوت من شعب ومن امته فقال له لا ترتع من وجوه وإلا لا تخاف وإلا سترتع هتتهزم فما تخافش فلاسيس منيس قال له متهيق لي انا تعلمت الدرس دوت متهيق لي انا تعلمت قل لي واحد تاني قال له التاني اذا انت مخفتش منهم هم هيخافوا منك قال له ده جديد اذا انت خفت من ابليس هترتع منه اذا انت مخفتش من ابليس هو هيخاف منك لانه عارف ان سلطتك اعلى من سلطته اذا انت خفت منه هتبقى تحت سلطته اذا انت مخفتش منه هتبقى انت اعلى من سلطته احنا مش بنتعامل مع الخوف انه حاجة خطيرة كده احنا بنسمح له يعيش جوانا احنا بنسمح له يدخل لنا احنا نسمح له يتملكنا فبيسيطر علينا فبنعمل حاجات كثيرة غلط عشان خايفين مش ممكن تبقى خايف وتعمل الصح لو خايف هتعمل الغلط هتعمل الغلط هيحرك بالريموت لو نزعت الخوف من قلبك وقلت ماذا يصنع بي انسان ماذا يصنع بي انسان لا تخافوا من الذين يقتلون الجسم ماذا يصنع بي انسان الذي معي اقوى من الذي علي الذي فيي اعظم من الذي في العالم مبليز مش كده الله بيحبني ومات لأجلي ووديعة في يده ماذا يصنع بي انسان مزبوط كده الخوف هيخرج من حياتك الخوف هيقل من قلبك سلطان العالم عليك انه بيخوفك مش ابقى منوجود بيقول البطرس كده اما خوفهم فلا تخافوا بل قدسوا رب الاله في قلوبك مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاع الذي فيكم انا مش خايف الناس هتقول لي انت ازاي مش خايف هقول له عشان انا اندي رجاء انا اندي رجاء عدم خوفي هيخلي الناس تيجي تسألني خوفي هيخليني اعمل للناس عايزها عدم خوفي هيخلي الناس تيجي تسألني انت ازاي مختلف انت ازاي بيلت ان الشلة تسيبك ازاي قدمت التفحدي كلها هتلاقي الشلة دي واحد ورا تاني جاي وراك يدور على ربنا اللي فيك احكي حكاية قديمة اوي انا كنت عايش في مدينة في صعيد كنت عايش في المينيا واتنقلنا بعد الحرب 67 للقاهرة فروحت دخلت المدرسة كان دراسة ابتدت يعني دخلت قولة سنوي في المينيا وبعاية اتنقلنا بعد كم يوم فروحت المدرسة معرفهاش ومعرفش حد فيها خالص في القاهرة دخلت الفصل بعد ما كان الفصل ابتدى والدراسة ابتدت فما عارش ولا بني ادم موجود غريب تماما عن المجتمع ده اللي انا دخلت فيه مدينة جديدة مدرسة جديدة ناس كلهم بالنسبة لي جدا بطبع الحال بيبقى في قعد حد جنبي وحد ورايا وحد مش عارف ايه في اول امتحان بتاع شهر مش عارف ولا بتاع ايه فطبعا الناس متعودة تتعاون فالتعاون ابتدى يشتغل وبعدين ابتدوا يقولولي ها عارف اجابة السؤال دوت فابطيت وستكونت انا مش متعود اتعاون في الامتحانات فقلت نهاري مش فايت يعني هطلع يعني ها اه مش كده اه يعني ها نهاري مش فايت فطلع المتحان انت زي مش بتتعاون معانا وانت اناني وانت مش ايه بتقولت لهم انا عندي مبادئ في الحياة مبادئ في الحياة انتعاون قبل الامتحان لكن مش اسناء الامتحان فانا لا بغش ولا بغشش انا ده مبدأ في الحياة لان ده مبدأي انا في الحياة ان قبل الامتحان اذكرلك واشرحلك وساعدك وعمللك اللي انت عايز اسناء الامتحان ده يعني ده ضد مبادئي في الحياة اكيد هتعزل. اكيد هترفض. اكيد الناس ديت مش هتعزني. اكيد انا هبقى هقضي السنة دي لوحدي. لوحدي. وتخيل انت في مدرس اول سنوي شعورك انك لوحدك ومرفوض من المجتمع ده. هيبقى شكله ايه? اه جينا نروح في الشارع. فبتلا ينمشي في الشارع. مستنين نروح لأوتوبيس شن نركبه. فطبعا الولاد بي اه بي اه لا يعني بعكسه اي بنت معدية. طبعا بيبدو الاعجاب بالرفيعة وبالتخينة. يعني كل واحد بيرميلوا كلام. فروحت انا واقف كده في السكة. قلتلهم اتفضلوا. قالوا لي ايه? قلتلهم انا من ضم مبادئي برضو اننا ما نعكسش في الشارع البنات يعني. عايزين تعكسوا اتفضلوا. وانا يعني احمش وراكوا. واروح لمحطة الاوتوبيس. نهاري مش فايت. مش كده? يعني انا لا هتعاون في الامتحان ولا هتعاون في الشارع. فانا راجل غير متعاون على الاطلاق. اكمل بقيت الحكاية. لدهشتي ان بالوقت. بصيت لقيت انا امين سر الناس. اللي عنده سر بيجي حكولي انا. اللي عنده مشكلة بيدور علي انا. اني بطلوا في الامتحانات يطلبوا ان انا اساعدهم. لكن قبل الامتحان بيطلبوا اني اشرح لهم. وبصيت لقيت بعد شوية ان المكان اللي انا واقف فيه في الطبور بيتحول من اتنين الى مجموعة. ان الناس عايزة تقف معايا في الطبور. وانا ما واحد بيشتم التاني قدامي بيعتذرلي. بقول لي حبيبين انت بشت امتنيش انا. بيقول لي انا عارف انك ما بتحبش الشتيمة. فما حبتش اجرح مشعرك. انا بتخضيت كده. بتجرح مشاعري. نيه الحقيقة. اذا انا مخفتش من الناس ترفضني. اذا انا عشت اللي انا مؤمن بيه. بس في كله. مش بس اغش ولا مغشش. اعاكس ولا معاكسش. اشتم ولا ماشتمش. اكدب ولا مكدبش. احلف ولا محلفش. اني انا عندي مبادئ بعيشها كلها على بعضها. هي حتة واحدة. في الاخر فهمه ان اه. الراجل ده مش قناني مش عايز يغشش. الراجل ده عنده ايه. مبادئ. ده عايش اللي مؤمن بيه. ده اسلوب حياته كده. على اخر السنة اللي قاعد جنبي كان بيجي معاك كنيسة. ومش اقول لكم اسمه ايه. اذا انا خفت من الناس. هعمل اللي هم عايزينه. اذا انا مخفتش. الناس هتيجي تسألني. عن سبب الرجاء. اللي فيها. فيه قلبك خوف. خايف من رفض الناس. خايف من عقاب الناس. خايف من عقاب ابليس. ارجو ان القضية دي بتاعت الخوف. انك بتاخدهاش بطريقة سطحية. السلاح رهيب ابليس بيستخدمه. ولو انت مخفتش. هو هيعمل لك الف حساب. انت هزمت الخوف. انت خطر عليه. وعرف ان التهديدات ما بتجيبش نتيجة معاك. التهديدات ما بتجيبش نتيجة معاك. ارجو اكون واضح. انا عندي قصص كتيرة ما تتحكيش بس. تقول لي بقوله ده حقيقي جدا. اكسر مما نتصور واكسر مما نفتكر. انا واضح. في سؤال الحتة ديت. لو انا اتربيت في بيت. يعني طلعوني من وانا طفلة صغيرة. اني على الخوف. وده خلاص دي دي بيء الطبيعة ان انا مثلا منزلش مثلا من الدنيا ضلمة. منزلش تحت خايفة من المستقبل. لا فكاري في المستقبل. فكاري لو انا متجاوزة معايا اولاد بخاف على اولادي. وانا مؤمنة. هل ده يعني ده بيعثر يعني ده بيخليه يضعفني كشخصية مؤمنة او كخدمة. اه طبعا. بيأثر فيها كخدمة في الكنيزة. طبعا وبيعدي اللي حواليا. بيعديهم ازاي. ما زي ما قلنا الخوف معدي. والادي هطلعوا كده. ان الخوف جزء من حياتنا. ده مش معانا التهور. ده معانا انا مش هنزل بالليل في حتة مقطوعة الوحدي وات ماشى وانا بنت. صح. في فرق ما بين الخوف. فرق ما بين الحكمة في التصرف. مش كده. في فرق اني بتصرف لاني خايف. فرق ما بتصرف لاني حكيم. لكن لو جوايا خوف. ودايما خايفة. ودايما ولادي مش عارف ايه. ودايما توقع ان حصل حاجة مصيبة. ودايما مش عارف ايه. وبعمل حساب لكل حاجة. لان فيه حاجة وحشة هتحصل. انا عبد للخوف. انا اسير ابليس. اه الخوف سلاح شيطاني. بدي لابليس سلطان بيه على حياتي. لازم انتروا. المحبة الكاملة تعمل ايه? تطرح الخوف الى خارج. لما بحب ربنا من كل قلبي. الخوف اللي جوايا بيحصل له ايه? بح. بح. لما بترمي في حضن ابوي السماوي وتعلق في رقابته وكده. الخوف اللي جوايا بيحصل له ايه? بيروح. الرب رعية فلا يعوزني شيء. اذا صرت في واضي ظل الموت. لا اخافوا شرا. لان شجيع السيمة. لا لان الرب ايه? رعية معي. عصاه وعكازه. انا مش خايف عشان هو معايا. مش عشان انا قوي. انا مش خايف بسبب هو مين? مش بسبب انا مين? انا انا مش خايف بسبب هو مين? مش بسبب انا مين? ارجو اكون جاوبت. سؤال تاني في الحتة دي. في حاجة كنت عايزة اعرفها. دلوقتي انا مسلا بشتغل في شغلنا. اوكي? فانا في حتة انه اقول الحقيقة. وده ممكن يبقى لي تكاليفه. الله. او اخاف وما اقولش الحقيقة علشان الدنيا تمشي. ام. فا. ده سؤال جميل جدا. ازهل ان انا اخاف. ده سؤال جميل جدا. عايزة منشي الدنيا. ده سؤال جميل. انا اه اه سكرتيرا او انا بشتغل مع مدير. وبعد مدير تطلب مني اني اكدب. وليله مش موجود. اكتبي مش عارف ايه. صح كده? لو انا رفضت عمل الغلط. التهديد باني حيصل ايه? هترفض. مظبوط. فانا خوفة من ان اترفض. خوفة من العقاب. بعمل الايه? الغلط. بيحصل? بيحصل. طبعا في قصتك مش عارف. انا لو قلت الحقيقة. حتأذي انا. هل انا مطالب اني اقول الحقيقة ولا? انا مش دايما انا مطالب اقول الحقيقة. او انا لازم اقول الحقيقة او مطالب باقول الحقيقة او قلت مش الحقيقة بنا كذبت. فانا الخوف خلاني اعمل ايه؟ اكذب كرسة مصيبة. وده اللي بنقوله. انا بخاف من العقاب. انا بخاف من التهديد. انا بخاف من الـ بتاعتي الصح. لاني عايش في مجتمع فاسد. فلو عيشت الصح المجتمع ده بيعمل ايه؟ بيعقبني. فانا خوفا من العقاب بتاع الصح بعمل ايه؟ الغلط. انا اتهزمت. انا اتهزمت. لكن لو جيت قلت المدير انا هاموله الصح واعمل الصح ومش اقدر اعمل غير الصح. اعضل استقيل. احيان هيقول لي اه استقيل. امشي. واحيان كتيرة هيقول لي انا ما عنديش حد امين كده في الشركة. مش اطلب منك تعمل الغلط. بس انا همسكك الحاجات اللي عايزة امانة. لما بكون بشتغل في مصلحة ملهاش صاحب. هترفض اكيد. لكن لما بشتغل في مكانة ليه عصاحب. الصاحب ده بيدور على الاقل على واحد او اتنين يبقوا امنة. ما بيلاقيهمش. لما بيلاقي واحد امين مستعد يستقيل عشان يعيش الصح. هيعينه في اعلى المناصب. ودي ميزة الفري ماركت. ان المجتمع الحر. اللي فيه رأس المال للفرد. مش لنوبا دي. ان اللي عنده قيم ومبادئ فرصته انه ينجح. اعلى. اعلى. لان في كل مكان الناس بتدور على واحد. امين. لسه واحد صاحبنا عنده اجزاخنات. اجزاخنات. اجزاخنتين وبتا. بص لقى ديون 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 ديون. بص لقى الناس اللي هو من ديون الاجزاخنات دول. سرقوه. سرقوه. اغلى عملة النهاردة. اغلى عملة هي الامانة. زمان كان المسيحيين معروفين كده. ما بقاش. كانوا مسكين البنوك. كانوا مسكين الخزائن. كانوا مسكين الحسابات. لانه معروفين بالامانة. بكل اسف. ما بقوش. فانا ما بلاقي واحد من النوع ده مستعدي ترفض. لانه. امين. ده انا حديله ما هي بضعف. خليني اعتبر ده في الشركات. ايوة. لو انا ببيع في حاجة. مشي. فانا علشان اسوق الحاجة دي. انا محتاجة اقول حاجات. علشان اقدر ابيعها. اقول حاجات كدب يعني. اه. علشان ابيع. مش هيشتغل شغالها دي. ما فيش شغالات كويسة اوي مسلا في صلاة الامار شغالات كويسة جدا وارادها كويس اوي. فيش شغالات كتير يا جماعة غلط. ما انت لو اشتغلت تاجرة مخدرات تكسابي جدعب. جد. ولو اشتغلت رقاصة يعني اه. 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 ما فيش شغالات كتب. اه. الحاجة مهمة جدا. الشعب في القديم كان جزء من الثقافة بتاعته ان كل واحد يتعلم مهارة يدوية. زي المسيح. كان ايه؟ نجار. بولس كان ايه؟ صانع خيام. مع ان هو فلسوف. هو فلسوف. معه معه ماجستير. وكان يمكن خد الدكتوراه او لا ما نعرفش. لكن كان بيتعلم مهنة يدوية. يقدر بيه هيكل عيش تحت اي ظرف من الايه؟ من الظروف. وبالحلال. يقدر دايما الناس لازم تجيله لانه عنده حاجة الناس ما عندهاش منه. ليه الكنيسة عندنا ابتكرت مشروعات ودخلت فيها وعملت استثمارات مش مشروعات اقتصادية. زي مثلا علاج المدمين. زي مثلا المخيمات الرياضية. زي مثلا علاج الابيوز اللي هما المعتادة عليهم جنسيا. زي وهكذا. زي المستشفى. ليه؟ لان بنعمل حاجات المجتمع محتاج لها. وبنعملها بمستوى محدش تاني هيعملها بالامانة وبالاخلاص دي. وحيضعها التطحية ديه. فبقى المجتمع دايما مضطر يعمل ايه؟ يجيلي. وانا اللي افرد قيمة. الشرف والامانة والعطاء والتطحية والمحبة والاخلاص والوفاء. مش هو اللي يفرد قيمة عليها. اما خوفهم فلا تخافوا. قدسوا الرب الاله في قلوبكم. كراون جيزس. ملكوا الرب على قلوبكم. عيشوا الملكوت. ما تخافوش من تهديداتهم. واللي يحصل يحصل. هم حيجيلكم يسألونكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. كان فيه يوم الايام واقفوني شوية شباب كده في الشارع. وبيسألوني اسئلة في الدين يعني. كان الصبح بادري ساعة ستة ونص. طبعا لو انا خوفت منهم ما كنتش اقدر اجاوبهم على الاسئلة بتاعتهم. هما نفسهم اتهزوا. وقالوا احنا فعلا مش عارفين احنا دينا شكله ايه. اذا كنت انت بتسألينا. وبتجاوبين عن ديانتنا احنا. فازاي احنا. يعني احنا مستهلش ان احنا نقف قدامك. انا لو كنت خفت في الوقت دوت ما كنتش كلمتهم. بالاجابة الصحيحة اللي انا كنت المفروضة اجاوبهم عليها. ما كنتش هما خافوا وتهزوا يعني. فده كان موقف حلوي يعني. ايوة. انا دلوقتي عندي ما بيدق بس مش عارف عيشها بسبب الخوف. ايوة. فايه الخطوات اللي مفروضة اعملها علشان ما خافش بقى يعني ما نعايزة بقى هبقى جد. مش انا جاوبت هنا ولا. لا اقصد كل يعني اقصد كل الخطوات هتبقى روحية. انا علي دور يعني انا كشخص علي دور. بقى انا اوها بقى. الخوف جوايا. الخوف مشكلة جوايا. الخوف قيد جوايا. ابليس حطه جوايا. اتربيت عليه. سمعته. المهم بقى فين جوايا. فين الخوف دلوقتي؟ جوايا. لازم يطلع منين؟ من جوايا. لو اتصرفت كأنك مش خايفة وانت خايفة. حيبقى عليكي قوي. حيبقى منظرك وعيشك. عليكي. لازم الخوف يطلع منين؟ من جوا. لازم عالك ده لازم السهم ليبقى درابني به ده ورابطني عليه يطلع من جوايا. والطريقة ان الخوف يطلع من جوايه اتكمل في محبة الله واني اسدق اسدق ان الذي معيي اقوى من الذي علي. ان الذي في اعظم من الذي في العالم. طيب هبقى محتاج حد يساعدني? يعني مسلا اروح لحد قائد روحي او اي حد ولاد الحكاية دي تبقى علينا بس. يعني قائد روح هيعملك ايه? هينفق فيك يطلع الخوف? لا اصد يعني مسلا ينصلي معايا يساعدني. ولا انا بس والله اللي هنعمل الحكاية دي. يعني انتي وربنا تقدر تعمليها مش مش قادرة هروح اصلي مع حد وانتهر الخوف اللي جواي وتشدد بالرب. حتى انك تحتاجي مساعدة لكن تقدر انتي وربنا تعمليها مش كده? سؤال مهم اوي ايو اتفضل. انت في السؤال ده لما جوابت قلت ان الخوف بيبقى جواي. ايو. طب هل في حاجة اسمها روح خوف يعني روح شيطانية ممكن تقيد الانسان او تسود عليه تملاب الخوف تملاحت بالخوف? احنا قلنا الحكاية دي في التجارب مش كده? روح خوف الله لم يعطينا روح الخوف. ففي روح خوف. بس مش معناه اني ملبوس بروح. اسمه الخوف. الارواح يقولك ليها اسماء. هنتكلم على الحكاية دي بالتفصيل. لكن معناه ابليس زرع جوايا الخوف ده. احساس غمرني ومسيطر على يقيد من القوف. فانا محتاج انتهروا. منتصر عليه. فممكن الخوف ده يكون معناوي. وممكن الخوف ده يبقى ساهم ابليس ضربوا به. يعني تجربة نشهبت جوايا زي ما كنا بنقول في التجارب النفسية. ايوة. انا انا مهتم بالموضوع ده عشان كده ما دي لوقت. احنا كان مفروض نخلص الحلقة دي من بدري. بس واضح ان القضية دي قضية خطيرة جدا. يعني معي انا شخصيا موضوع الخوف ده مشيت فيه مشوار طويل. وشفاء النفس وقصة وعبال. فلو انا يعني حاسة انه وبتديت انتصر عليه وربنا دخلني في حاجات عشان ما خافش من ناس ومنه كده. وبعدين لما حاج بتتكلم بتديت ادور على نفسي وما نادل وقت بخاف مني. انا مش خايفة من الموت. اش خايفة من اتاخد فيه مش خايفة من كل ده. لكن فجئت بحاجة دايما بفكر فيها ان انا بخاف على اولادي. اوكي? فانا عايز اعرف هل خفنا احنا كمؤمنين او ولاد ربنا. يعني انه ولادنا مش هيبقوا للمسيح او انه هما ابليس هيحطهم في كده او انهم لو نزلوها يحصل لهم كذا. هل الخوف اللي جوايا حتى مش بعلنوا ليهم. يعني مش بحرمهم من الخروج او كي. بس هو خوف جوايا. هل ده بيدي لابليس حق عليهم او بيعطل اي حاجة. هل خوفي عليهم ده. بيعمل حاجة فيهم كأولادي كأنا ماما يعني. الخوف ده اللي هو الخوف الطبيعي اللي هو الحرص على اولادي ولا بتكريمي عن خوف. لأ خوف بجد. اوكي. خوف بجد. انا بدي بليس عليا سلطان مش عليهم. مش عليهم. اه. وبعني خلي بالكم الحكاية دي ده. احنا ليه بنخاف على اولادنا مرات اكتر مننا? لاننا بنمتلك اولادنا. حسين هم حتة مننا احنا بنمتلكها. وده احساس خطير جدا. بيخلي العلاقة اللي بيني والادي مريضة. بيخلي علاقتي بيهم مريضة. لان امتلكتهم. هم مش اشياء امتلكها. انا بامتلك زوجي. زوجي بيمتلكني. فالزواج ملكية مشتركة. البنوية مش ملكية. مش عهد. الزواج عهد. لكن البنوية مش عهد. ولادي وديعة عندي. مش ملكي. وديعة. في فيلم جميل قوي. كرتون ديزني. فيل مش بيخلف. وبعدين مش عارف صلى حاجة زي كده. وبعدين السماء بعتت له. فيل بيبي ونزل بباراشوت كده. وبعدين طلع الفيل الهدية ده. ودان وبعدين طلع في الاخر بيطير. قصة كده مش عارف تعرفوها ولا لا. اللي عجبني في الفيلم فكرة ان الطفل ده هدية من السماء. ومش هدية وديعة. ان ربنا بجيب حاجة كبيرة وحطها عندي يقول ايه. خلي بالك مني. ربي هالي. اه. مش ملكي. بتعت ربنا. بتعت ربنا. ملكي يبقى انا المسئولة حافظ عليها. مش كده. صعب قوي حافظ على انسان. صعب كده. لانا عنده حرية. وبيروع وبيجي وبيختار لنفسه. فانا فانا عايز اتحكم في عريته عشان ببسوه عنه. لأ. دي علاقة مريضة. غير لما اقول لي رب ديول بتوعك. اني مش بتوعي. انا هعمل دوري ناحيتهم. وانت هتعمل دوري. حكتك انت فانت اللي هتخلي بالك بينهم. مش انا. انا هعمل دوري. اني احب واني ارعى واني اربي واني اعلم. فاهماني? واني واني وكل واني اشرب واني احمي واني انصح. لكن مش ملكي. they are not mine. فده بينزع الخوف من جوايا. عزيزي مشاهد احباي اشكركم عشان هذه الحلقة. احنا ادينا حلقة كاملة للخوف. لنواضح ان ده واحدة من العيب ابليس الكبيرة. اللي قيدتنا وحرمتنا نعيش ملء القوة والنصرة اللي ربنا دعانا اليها. الى ان نلتقي في حلقة جديدة. ربنا يحفظك تلميذ للمسيح. امين. مدست المسيح. في نهاية حلقتنا عزيزي المشاهد عايز اشجعك انك تروح للويبسايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv. هتجد كل الحلقات موجودة وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة. تقدر تتفرج عليها ستريمينج. تقدر تلاقيها word. تقدر تلاقيها كشيت عشان تحل وتبعثه لينا مرة تانية. تقدر تلاقيها pdf. تقدر تلاقيها powerpoint. او تقدر تحملها لنفسك على اساس انها تكون mp3 عشان تقدر تسمحها. او تكون للايفود بتاعك. او تكون للايفون بتاعك. او تكون كمان ويندو ميديا بلاير. والسيديهات الديفيديهات. هاي كواليتي موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الان. فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لاصدقائك. الى ان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة